صباح الخير عزيزي المتابعين معكم الدكتور غزوان عبدالله حسن اختصاص في العمود الفقري والمفاصل والكسور من مستشفى الملكي الاهلي موضوعنا اليوم حول التقنيات الحديثة المستخدمة في جراحة العمود الفقري طبعا مثل ما نعرف ان مشاكل العمود الفقري هي من المشاكل كل الشائعة وممكن ان تظهر على شكل انزلاء غضروفي او تضيق بالقناة الشوكية او اسباب اخرى كأن تكون سوفان بالفقرات او في مفصل الحوب او نتيجة اسباب اخر نتيجة ناتجة عن الكسور او رام او الاتهابات العمود الفقري موضوعنا اليوم انه شنو هي هاي التقنيات الحديثة اللي موجودة حول العالم واللي نشتغلها بصورة دورية في مستشفىنا طبعا واحدة من التقنيات هي التقنيات اللي تسمى التداخل المحدود في جراحة العمود الفقري واللي تشمل انه احنا نصل للمكان المسبب للألم كان يكون نزلاء غضروفي او تضيق بالقناة الشوكية عن طريق اجهزة ومستلزمات خاصة اللي تسبب اذى اقل من الجراحة الروتينية او الجراحة المعتادة في هذه الاختصاص لذلك نستخدم ادوات خاصة ومثل ما موضح عندنا بالصورة هذه يعني هي عبارة عن موسعات انبوبية يتم ادخالها للحفاظ على العضلات المحيطة بالعامود الفقري لان اكثر الابحاث اشارت انه تلف هذه العضلات يؤدي الى يعني المريض يعاني من الام بعد العملية ولهذا واحدة من هذه التقنيات هي تسمى الموسعات الانبوبية مثل ما وضح هنا هاي الموسعات اللي نستخدمها نبدي بالموسع اللي يكون القطر مالته اصغر ومن ثم نستخدم الموسعات الاكبر لحين الوصول الى القطر اللي احنا مخططي له ويتم وضع هذا الانبوب الخاص وبعد ذلك يعني ازالة هذه الموسعات ويتم العملية كاملة عن طريق هذا الموسع زين اللي يثبت بسرير العمليات كان يكون مثل ما نبين بهذه التقنية يتم العمل من خلال هذه الفتحة اللي هي متتجاوزة 16 مليون وفي بعض الحالات تكون اقل او اكثر حسب العملية وحسب المسبب للألم طبعا هذه التقنية تتم عن طريق استخدام المجهرة الجراحي اللي يستخدم اثناء العملية طبعا من يعني المحاسن هذه العملية انه المريض يخرج من العمليات ويبدأ ويبدأ بالحركة بعد مرورة الآثة الى خمس ست ساعات حسب تحملها للألم ويخرج في نفس اليوم او يعني يبات يوم بالنسبة للمرضى المحافظات كذلك انه الفقدان الدم اثناء العملية يكون قليل لا يتجاوز الكامس سيسي يعني ومعدل الاتهابات تكون اقل من يعني خلي نقول العمليات الروتينية او العمليات الاعتيادية اللي تجرى يعني في يعني اكثر من مكان حجم الجراح بهذه العملية يتراوح بين سنتيم ونصف الى سنتيمين تعتمد حسب الموسع اللي مستخدم واللي هذا يعني تعتبر من التقنيات الحديثة عندنا التقنية الثانية اللي الاحدث بالعالم هو عن طريق استخدام الناظور اللي هو هذا الجهاز يتم تزويده بمصدر ضوء وسوائل ويتم العمل من خلال هذا الشنل بيدخال الادوات الخاصة واستئصار الغضروف اللي هي يعني حجم الجراح لا يتجاوز الخمسة الى سبعة مليين شكرا جزيلا لكم ولمتابعتكم الدكتور غزوان عبدالله حسن اختصاص العامود الفقري من المستشفى الملكي وانتظرونا في حلقات قادمة ان شاء الله لمواضع متعددة